وزير دفاع إسرائيلي في أرض المغرب الشقيق وزيارة غير مسبوقة حتى الإسرائيليين فوجئوا من حجم التحمس لدى أطراف داخل النظام المغربي للعلاقات مع هذا الكيان الغاصف واتفاقية أمنية دفاعية شبه شاملة بما فيها اتفاقية لبيع أسلحة وبيع درونز وبيع إلى المغرب وهناك غضب مغربي وإن كان الرأي منقسم حسب ما تبعت الرأي الأعام المغربي حتى نكون منصفين منقسم هناك بالتأكيد أولئك المعترضين بشدة على هذه الزيارة والذين مهما قدمت أو قدمت لهم من التفسيرات والتبريرات يعتبرونها خيانة بل أن هناك وصم هناك هاشتاغ في تويتر ومشاهد بشكل رهيب يعني أعتقد أنه حسب ما قريته هو الأول في المغرب يسمى التطبيع خيانة نظن هذا هو هاشتاغ الماشي فهناك إذن موقف بعض إخواننا المغاربة اللي عندهم هذا الموقف وهو موقف مبدئي وحاسم وهناك موقف آخر يرى من أن هذه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي هي ضرورية وأساسية خاصة مع وجود نظام جزائري يتهدد ويهدد المغرب وأنه الذي كما يقول أصحاب هذا الرأي الذي هو يعارض الوحدة الترابية للمغرب هي ليست إسرائيل وأن إسرائيل تحت الفلسطين ونحن حتى مع تعاطفنا مع فلسطين لكن نريد أن نرى مصلحتنا إلى آخر يعني تبريرات وتفسيرات يقدمها هذا الرأي وبالتأكيد أن هذا الرأي هو الرأي الرسمي الرأي الحكومي وما يتبعه سواء كان ذباب حقيقي أو ذباب صحيح أو لا ناس مغاربة متفقين بهذا الرأي أنا على يقين أن هناك من هو مقتنم بهذا الرأي بين هذا الرأيين المتواجدين في طرفين هناك رأي في الوسط يعترض على هذه الزيارات وعلى هذا التطبيع ولكن يراها أو يفسرها بأنها مضطر أخاك لا بطل بوجود نظام متوحش في الجزائر هذا يهدد النظام المغربي والحقيقة ربما بعد نقرأ تعليقات لبعض إخواننا مغاربة من يعني من عندهم معترضين أساسا ولكن قبل ما نمضي لذلك أنا شخصيا أدين هذه العلاقات إيدانة شاملة وبدون تحفظ وهذا كان رأي منذ إعلان إعادة العلاقات ما بين النظام المغربي والكيان الإسرائيلي العام الماضي وكنت يومها وفي نفس اليوم أدنت هذه العلاقات لمجموعة من الأسباب الحقيقة مش فقط سبب أن هذا الكيان الإسرائيلي يحتل الفلسطين وما كفاش أنه أخذا 78% من أرض فلسطين التاريخية اللي يتسمى إسرائيل اليوم وإنما حتى 22% طامع فيها اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة والضفة الغربية قطحها تقطيع بالمستوطنات وهناك مئات الألاف من يسمونهم مستوطنين أو المستخربين بالحقيقة اللي يحتلوا المنطقة بالمعروفة بالضفة الغربية أما غزة فهي محاصرة حصار شديد أكثر من 2 مليون ساكن فلسطيني محاصر من طرف يهود إسرائيل أو من طرف صهاينة إسرائيل ومن طرف صهاينة العرب ولأسهم السيسي طبعا الإمارات أيضا وابن سلمان يلعب دور أساسي في هذا الحصار إذا القضية ليست فقط تتعلق بفلسطين وهذا قضية أساسية ومركزية إضافة إلى فلسطين ككل هناك أيضا قضية القدس داخل فلسطين وهي قضية تتعلق بكل مسلم حيث أن هذه الأرض المقدسة والقدس وأهميتها بالنسبة للمسلمين وهي ثالث الحرامين وأولى القبلتين لكن إضافة إلى فلسطين وإضافة إلى القدس كالإسرائيل يحتل أيضا أراضي في سوريا بما فيها الجولان ويخوض حروب وكان يحتل ظل يحتل وما زال يتدخل في لبنان كما يشأ وخذ حروب ضد لبنان وقتل الآلاف في لبنان أما في مصر فطبعا تعرفون الأوضاع والآن شراكة الإسرائيلية مع هذا السيسي بحيث أصبحت الطيران الإسرائيلي فوق سيناء بدون أدنى إشكال ويقصف أهل سيناء بدون أدنى إشكال لكن المشكلة الأكبر في كل هذا هو أن هذا الكيان الإسرائيلي يرى بأنه لا يمكن أن يكون مستقر وقائم إلا بتدمير الدول والمناطق المجاورة على الأقل بعض منظرية على الأقل بعض منظرية وبعض صانعي السياسات فيه وهذا هو الإشكال آخر إضافة إلى احتلال فلسطين واحتلال العرب السورية واحتلال مناطق من الأردن ومصر ولو الآن بعد هذه الاتفاقية تعالى السلام أصبحت قليلة هذه المناطق المحتلة لكن هناك إشكالية أخرى أيضا في أنه يرى أن بقاءه ووجوده هو أن تكون حوله بعض منظرية بعض كتابه بعض صنع السياسات فيه أن يكون حوله خراب شامل خراب في العراق خراب في سوريا ربما خراب في مصر وخراب في مناطق أخرى أيضا شفنا أيضا قد فضيحة التجسس من أن لم يتوانى هذا الكلان بشركة الانسيو هذه أنها تجسس وانتشر التجسس الإسرائيلي وأصبح يعني وصل حتى إلى دول كبيرة شفنا أن حتى الفرنسيين يعتبرون من أن إسرائيل تجسست عنهم تجسست عن طريق الانسيو هذا عن طريق بيغاسوس اللي بالمناسبة هذه الشركة الانسيو هذه الآن تدخل معها عدة شركات كوبرا بما فيها شركة أبل هذه المنتجة الآيفون ماك في خصومة قضائية الأبل خذوه الانسيو هذه إلى القضاء قد يكون حكم شديد ضد هذه الشركة الإسرائيلية إذن هناك تدخل إسرائيلي والحقيقة أن إسرائيل أيضا متدخلة في دول مثلا نجد أن هذه الحرب في أثيوبيا إسرائيل لعبت فيها دور التحريض ودور الدعم لرئيس الحكومة الراهن مقابل طبعا أشياء وخدمات أيضا قدمها هذا لكن شوفوا وين تصل إثيوبيا اليوم الحقيقة ليست إسرائيل فقط حتى نكون منصفين فيها أيضا تدخل روسي تدخل صيني تدخل أمريكي لكن إسرائيل تلعب على أساس أنها قوة عالمية ووصولها للمغرب قد ينضع صانع القرار في المغرب من أنها تؤدل خدمات أو توقف توحش العصابة توحش الجنرالات وتهديداتهم توقف هذه التهديدات لكنه قد لا ينظر إلى أن هذا الاختراق للمغرب والشعب المغربي والمجتمع المغربي قد تكون عنده آثار كارثية وأن إسرائيل مصلحتها ليست حتما هي مصلحة النظام المغربي قد تشترك المصلحتين في الخصومة مع النظام الجزائري بالمناسبة النظام إسرائيل ليست لدي خصومة مع النظام الجزائري ليست لدي خصومة نظام جزائري يستخدم هذا الموضوع للاستهلاك المحلي لكن احنا كنا عشرنا وبعض اخواننا أيضا وموجودة على الانترنت كثير من الفيديوهات والصور للجنيرالات الجزائرية يتعاونون ويضحكون ويقرققون ويجتمعون مع جنيرالات النيتو بما فيهم جنيرالات إسرائيل بل أن هناك مناورات عسكرية أجرتها الولايات المتحدة وشاركت فيها جنيرالات إلى جانب جنيرالات إسرائيل في حين أن سويد مثلا هذا كمثال في مناورات 2006 رفضت سويد أو 2008 رفضت دولة سويد أن تكون مشاركة في تلك المناورات لأن إسرائيل كانت مشاركة فيها 2008-2009 وكان ذلك بعد الحرب الإجرامية على غزة وأعتقد أيضا حدثت في 2006 بعد الحرب على لبنان أي أن الجنيرالات الجزائر ما عندهم مش مشكلة في علاقات سرية مع إسرائيل وإسرائيل عموما تسفق للأنظمة العسكرية تسفق لهم يعني عندها الآن دور رئيسي تلعب فيه في السودان وفي وصول هذا الانقلاب برهان هذا عبد فتح برهان إلى درجة أن الصحافة الأمريكية كتبت ونصحت الرئيس الأمريكي بايدن وقالت إذا أردت أن تخفف من توحش البرهان وجنيرالات السودان عليك أن تلجأ إلى تل أبي فتل أبيب عندها تأثير كبير عليها على هؤلاء الجنيرالات لرميهم حكم السودان جنيرالات الجزائر عندهم علاقات صحيح مش إلى درجة جنيرالات السودان حتى نكون منصفين ولكن لديهم علاقات وعلاقات قديمة وقديمة جدا وإسرائيل مرتاحة جدا لأن تعرف عندما يكون هناك نظام عسكري يحكم بلد معين فهذا النظام العسكري هو سيقوم بالدور التخريبي بدور تدميري هذه البلاد ما عندهش مشكلة في ذلك والنظام الجزائري يناسبها تماما لكن بالنسبة لكيان إسرائيلي قد يبدو ويتقرب للنظام المغربي من مبدأ أننا سنساعدكم على لجم هؤلاء الجنيرالات المتوحشين الذين يتوعودونكم ويهددونكم ولكن لإسرائيل أهداف أخرى ربما يأتي وقت على النظام المغربي وعلى أي شخص مغربي يرى في ذلك اليوم حل أو يرى في هذا دعم مقبول يندم على ذلك إسرائيل عندما تدخل فإن لها أهداف أساسية ومن بين هذه الأهداف أن يكون هذا البلد مثل ما هي مصر اليوم مثلا أو مثل ما هي الأردن اليوم بالرغم من أن الأردن ومصر لم يوقعوا اتفاقيات دفاع أي في المجال العسكري والأمني على الأقل فيما هو معلن كما وقعها النظام المغربي أول أمس ملاحظين والمراقبين يعرفوا التغلغ الإسرائيلي داخل الأردن والتغلغ الإسرائيلي داخل مصر والآن تغلغ الإسرائيلي داخل الإمارات طبعا في موضوع الإمارات بشراكة كبيرة وبتحمس كبير من طرف بن زايد وعلى ذكر الأردن كانت اليوم هناك مظاهرات عارمة في عمان كانت لهذه المظاهرات تقول دعيني لكم جزء منها كان على وقع شعار الشعب يريد سقاط التطبيع وهذه الاتفاقية جات بعد اتفاقية مقايضة الكهرباء بالماء النظام الأردني قايضة أو تخلف اتفاق بحيث أنه يمد الكهرباء ويأتي بالماء من الكائن الإسرائيلي واعتبروا المتظاهرين وكانت مظاهرات عارمة في الأردن اعتبروا من أن هذا أن الحكومة وهذا النظام يرهن الشعب الأردني لدى الكائن الإسرائيلي لهم كانوا بينهم دماء وبينهم حروب بين الأردنيين اللي هما نصفهم فلسطينيين بالمناسبة وما بين الكائن الإسرائيلي حروب حروب 47-48 حروب 67 حروب 73 وغيرها وعدد هائلة من السكان الأردن تقريباً نصف هم لاجئين جوا لاجئين من فلسطين هاربين من فلسطين بعد أن احتلها الكائن الإسرائيلي فكانت هناك مظاهرات هائلة مع ذلك النظام الأردني لم يذهب إلى هذا الحد الذي ذهب له النظام المغربي في توقيح هذه الاتفاقية وأكتشوفوا إخواني يعني نتكلم بكل هدوء أولاً لأنني متعب قليلاً وثانياً فما وضع هذه من الأفضل لنكون الإنسان هادئ إلى أقصى الحدود حتى تكون الأمور واضحة كون أن الجزائر تحكمها حكمنا عصابات هذا الشعب الجزائري أحسن فيه وقال جينيرو ألافوبيل والجزائر تدي الاستقلال وقال مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية شعب الجزائري في نظرته للطبقة المتحكمة في البلاد العصابة المتحكمة في البلاد لا يستطيع أن يصل أحد مثل الشعب الجزائري لا في قوة الخطاب ولا في قوة مشروعية الخطاب يعني الشعب الجزائري هو الأول المعني بمن يحكمه وشعب الجزائري يحسم في من يحكمه واعتبرها عصابات وقال يتنحى وقع وترحلوا يعني ترحلوا ومافيا عسكرية ومخابرات إرهابية وتبون مزور وشعارات عديدة وعديدة جدا فلن يزايد علينا أحد خارج الجزائري في الموضوع حالا لن يزايد علينا أحد كون هذه العصابات بالفعل وحتى نكون دائما منصفين أقدمت على توجيه اتهامات ظالمة للنظام المغربي هذا أيضا صحيح والدليل على ذلك أنهم ربطون احناك حركة رشاد مثلا مع النظام المغربي والعالم أجمع يعرف والناس كلها تعرف بداية من العصابات أن هذا ليس صحيح وأنا رشاد موقفها حاسم في قضية الارتباط بجهات خارجية أو دول خارجية أو أجهزة خارجية ولا المغرب يتقرب منا ولا نحن نتقرب من المغرب لأسباب بالنسبة إلينا مبدائية نهائية لا المغرب ولا غيره بالرغم أن المغرب نعتبره وطننا مثل ما نعتبره تونس وطننا مثل ما نعتبره ليبيا وطننا على الأقل منطقة المغاربية كلها نعتبرها أوطننا نعم عندما تقوم العصابات باتهام المغرب بإشعال الحرائق فهذا اتهام ظالم وكاذب عندما تقوم بقطع العلاقات هذا موقف سخيف وسفيه وكنا قد أدنناه إدانة شديدة نعم عندما تمنع الطائرات المغربية عسكرية ومدنية وحتى لمسجلة فقط من المرور عبر الأجواء الجزائري فهذا موقف تافه ومدان إلى أقصى الحدود لا شك في ذلك نعم عندما يتم ويخرج شنغريحة قبل سنوات ويقول العدو المغربي والله الآن في هذه الفترات عندما يقول العدو الكلاسيكي نحن ندين ذلك وبشدة في وقت يجب أن تقال كان الملك المغربي يخرج ويقول نحن يدنا ممدودة للتعاون ولي مع ما سماهو الحكومة الجزائري نحن بالنسبة إلينا عصابات وليس حكومة كل هذا مفهوم لكن هذا لا يبرر هذه الهرولة مش فقط تطبيع علاقات ثم فتح سفارة ثم ربط علاقات أمنية دفاعية عسكرية ثم ستتلوها طبعا علاقات في كافة المجالات الأخرى هذا لا يبرر ذلك هنا خطر على المغرب قبل أن يكون شيء آخر أنا لا أفرق بين الخطر ليكون على الجزائر ويكون على تونس ويكون على المغرب أو يكون على موريطانيا أو على الإليبيا لا أفرق هذه كلها أوطاننا نحن مفروض بلد مغاربي واحد هذا خطر على الجزائر نعم لكنه خطر أكبر وأول على المغرب لأنه الأكيد أن الكيان الإسرائيلي ما هوش منزعي جدا من بقاء الجنرالات والأكيد أن الكيان الإسرائيلي سيكون منزعي جدا من قيام حكومة مدنية إذن فالنظام هذا اللي رأي تهدد المغرب الآن ما هوش لإسرائيل للكيان الإسرائيلي ما هوش خصم في الحقيقة خصم إسرائيل هو قيام دولة مدنية خصم أي نظام استبدادي هو قيام أنظمة حرة شعبية مدنية وبالتالي تخوف كل تخوف هو أن إسرائيل مثلها مثل الإمارات مثلها مثل روسيا هذه الدول الثلاثة لن تتردد في التحريض على قيام حرب ما بين المغرب والجزائر وقد تدفع إليها دفعا قد تدفع إليها دفعا عندما يقدم الآن المغرب أرضه وتكون الطائرات التجسس اللي على أساس تباع للمغرب ولكن نحن عارفين أننا تروح منها دائما يعني ما تباع إسرائيل ولا أمريكا وروسيا تستطيع دائما تأخذ كوبي مما سواء من التصوير أو من تواجد في المواقع دائما عندهم نسخة ما الذي سيمنع الإسرائيليين من تقديم معلومات كاذبة للنظام المغربي مثلا من أنه هجوم جزائري وشيك مما يدفع بالنظام المغربي برماما بإعلان حرب أو بالدخول في هجوم عسكري مسبق ما الذي يمنع ذلك بمعنى أنكم في المغرب نظام المغربي يقدم لإسرائيل هدية لإشعال حرب في أي وقت وقلت أن الدول الثلاثة التي ستكون مرتاحة جدا وربما ترغب في هذه الحرب هي أساسا الإمارات وإسرائيل وروسيا كل حسب مصالحها وكل حسب ما تريد تحقيقه طبعا الإمارات ليست بعيدة على هذا العشق الحرام كما سماه الأستاذ الريسوني سما هذه العلاقات ما بين نظام المغربي والكين الإسرائيلي قال هذا عشق حرام حتى مش حتى عشق حلالية طبعا الإمارات هي الدفع الرئيسي فمثلا اليوم في الأردن المظاهرات خرجت تندد بالإمارات لأن الإمارات هي التي رعت هذا الاتفاق الإسرائيلي الأردني الإمارات تريد أن تكون إسرائيل في كل المنطقة العربية وأن تتواجد في كل المنطقة لأن أصبحت تشعر أن حكام الإمارات أصبحوا يشعروا أن نظامهم قائم ومرتبط بالكين الإسرائيلي كلما توسع كلما تعمق كلما تقوى كلما تعاظم كلما زادت الإمارات قوة هذا هو منظورهم الاستراتيجي اللي مشينا ليه إذن الإمارات وإسرائيل ستبعث وتذهب في الاتجاه لتشعل في حرب ما بين الأشقاء وسيكون ذلك مدمر وسيكون مؤلم جدا جدا أن يتقاتل المغاربيون الجزائريون والمغاربة هل اليوم بشار لديه قرار فيما يجري في سوريا كل الكتابات الرصينة تقول أن الجيش السوري هو رقم ثمانية في سوريا أنا لا أقول أن غدا الجيش المغربي يصبح رقم ثنين أو ثلاثة لكن إذا كانت هناك حرب لا قدر له قد يصبح ذلك وقد تصبح الإمارات وإسرائيل ودول أخرى بالتأكيد ستتدخل إذا صار حرب في الجزائر في الجزائر وفي المغرب والكارثة على البلدين والدمار سيكون للبلدين ما الذي قد يفكر فيه العصابة عن الجنرالي ربما يفكرون هم أيضا باتفاق باستقدام الروس لأن الأخبار تقول أيضا أن هناك مناورات قادمة مغربية إسرائيلية أمريكية ولا استبعد أن تشارك فيها الإمارات أيضا طبعا نحن لدينا مجموعة من المجانين المجرمين القتلة يعني اليوم هرم السلطة العسكرية في الجزائر في الغالب مش كلهم لكن الهرم الرئيسي كانوا قتلة في التسعينات كانوا رواد وعقداء وحيانا كانوا جنيرالات وكانوا قتلة ولذلك هم يحاربون الشعب الجزائري بشكل رهيب صحيح ماشي بالقوة المسلحة مباشرة لكن بكل الطرق خاصة بالتجويع والتفقير والتعطيل والسجون للأحرار لأنهم خايفين من انتصار الحراك وقيام دولة مدنية ما الذي يمنع هؤلاء من أن نروحوا يديروا اتفاقية دفاع مشترك أو توقيع اتفاقية شبيهة باللي وقعها نظام المغربي مع الكائن الإسرائيلي توقع على إصابات عندنا مع الروس أي أن السيادة الجزائرية والسيادة المغربية تصبح محل لعب مع ذلك مع ذلك وهذه أنا نوجهها هنا خاصة للعصابات في الجزائر لأنه ربما يفكرون في الارتباط باتفاقيات دفاع مع الروس أقول لهم باختصار بسيط تعرفون أن روسيا تحتل سوريا بدعم أنها جاءت تدافع على نظام الحكم القائم احتلال مشترك مع الإيرانيين لكن الروس هما الأساس وتعرفون أن الروس راهم يجربوا في كل الأسلحة وجربوا كل الأسلحة الجديدة والقديمة عندهم في سوريا وهذا مكتوب ومعروف ونشروا آخر ما لديهم من تكنولوجيا بما فيها سواريخ الاس 400 لتحمي كل التراب السوري وشكنا شفنا أنهم كادوا أن يدخلوا في حرب مع تركيا يوم أسقطت تركيا طائرة روسية كانت على حدودها ودخلوا في خصومات مع الغربيين ومع الخليجيين ومع الأتراك ومع الأمريكيين باعتبارهم هما القوى النافذة داخل سوريا إلا مع بلد واحد اللي هو الكائم الإسرائيلي إسرائيل تقصف في سوريا متى شاءت من شاءت وقصفت مئات المرات على الأقل ما هو معروف أكثر من 300 مرة معلن وكان في كثير من الحالات يمسل الإيرانيين والإيرانيين كانوا يغضبوا لأنهم عارفين بأنه بدون سماح الروس ما كانت إسرائيل لتقصفهم داخل سوريا لكن الروس قالوا الإيرانيين لن نستطيع لن نستطيع النقف الإسرائيليين دخولنا لسوريا كان بشرط يعني سمحونهم الغربيين باش يدخلوا بشرط أن لا يتعرضوا للإسرائيليين إسرائيليين يفعلوا ما يشاءون في سوريا وهذا ليس سر أي واحد يكتب تخرج له كل الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا طبعا الإسرائيليين يبروها على أساس أنه قصف الحزب الله وقصف الإيرانيين وقصف السواريخ لتنتقل من إيران إلى لبنان إلى آخر تبريرات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة هذه فقط افتحتها بين قوسين بالنسبة لنظام الجزائري بمعنى أنه لو جيب الروس وهذا لم يعد مستبعد بالمناسبة لو جيب الروس فأعلم بأن أنهم أمام إسرائيل سيكونون مثل البطة العرجاء لن يستطيعوا أن يقوم بشيء والمثال واضح في سوريا عموما باش نعود للموضوع ما أقدم عليه النظام المغربي من تطبيع مدان وفتح السفارة مدان بشكل أكثر وهذه الاتفاقيات وزيارة وزير دفاع إسرائيلي مدان ومستنكر بشكل أفضع ولا أجد شخصية للكلمات لأدين ذلك أدينه بلا تحفظ بالرغم من إنصافنا وقولنا وأنا قلت هذا عدة مرات من أن الظلم في العلاقات المغربية الجزائرية الرسمية هو الظلم في 80% أو أكثر من طرف العصابات لعننا لكن وكما قالوا كثير من المغاربة الأحرار ليس ذلك تبريرا ولا يجب أن يكون تبريرا لأن وإلا في الحقيقة أن الجيشين الجزائري والمغرب متقاربين وهناك عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت على الجيش المغربي إذا كان الإتيان بالكاين الإسرائيلي هو من أجل الدفاع للمغرب هذه كارثة يعني المغرب يدخل تحت الحماية الإسرائيلية ولا أعتقد أن أي شريف شريفة مغربية يقبلون ذلك نعم الخطاب الرسمي لا يقول ذلك ولا يستطيع أن يقول ذلك ولكنه قد يجد نفسه تحت حماية إسرائيلية مثل ما هو بشار اليوم تحت حماية روسية هذه إسرائيل ليست منظمة خيرية إسرائيل لديها حسابات محلية وإقليمية ودولية ولديها استراتيجية ومن بين استراتيجيتها وحتى بعض عندهم في بعض الأمور الدينية يعني اللي هما يجب أن يروا الخراب حول إسرائيل الكبرى ولذلك أنا أرى أنه خطأ استراتيجي قام به صانع الرأي أو صانع القرار بعبارة دق صانع القرار في المغرب أي إن كان صحيح هو من حيث الشكل وربما المضمون أيضا هو الملك لكن الملك لديه مستشاري ولا يديه وزراء ولديه اللوبيات ولديه المتدخلين فهذا قرار خاطئ استراتيجيا وسيثبت التاريخ أنه كان ربما كارث إذا لم يتراجع النظام المغربي عن هذا فإنه سيكون كارثة حقيقية أما العصابة في الجزائر فإن الشعب الجزائري سينهيها وسيطيح بها إذا ما هيش شهر القادم وموجه السنة القادمة فيقينا في المدى المنظور يقينا والعصابة في الجزائر لم تعد تمتلك القوة لتسيطر فيها على المجتمع نعم فيه تخويف الآن وفيه سجون وفيه تجوية وفيه هذا لن يدوم وراهي تتراكم كل المعطيات لثورة شعبية عارمة على الأبواب وسيندمون عن الحرك السلمي الحضاري لقمعه قمع شديد سيندمون ندم شديد سيندمون يوم ربما بعضهم يسحل في الطرقات سنكون نحن عاجزين ربما على قول السلمية مرة أخرى لكن سنظل نقول بأننا سلميين وسندعو الشعب الجزائري أن يكون تغيير سلمي لكني أخشى ما أخشاه أن يوجد هؤلاء الجنرالات وقد سحلوا في الطرقات لأنهم ماخذين موقف عدائي ضد الشعب الجزائري أعداء الجزائري هو النظام الحاكم فيها والمتحكم فيها بلا حق وبلا شرعية لكن مرة أخرى هذا لا يبرر النظام المغربي هذه الخطئة وأناسين كلماتي هذه خطئة استراتيجية وستكلف المنطقة ككل ولكن للأسف نتمنى لا يحدث ذلك لكن للأسف تكلفة سيدفحها الشعب المغربي والبلاد المغربية خلينا قرار لكم جزء مما قاله بعض إخواننا المغاربة حتى لا يقول ربما بعض إخواننا اللي تخذهم حمية الوطنية في المغرب من أنني ربما أخذ موقف حاد أو تعرفون موقف من العصابة في الجزائر لا أحد يزايد عليها فيها رام صادرين عليها ربما 27 حكم أو 28 حكم أقلهم خمس سنوات وربما في حكام سرية بالعشرين سنة ومعلنة ومسرية بالعشرين سنة وبالمؤبد إلى آخره ومعركتنا معهم معركة وجودية لكن عندما نرى خطأ أيضا في النظام المغربي وهو يعنينا هذا الخطأ أيضا يعنينا كمغاربيين ولكن يعنينا أيضا كمحبين للمغرب وكجزائريين أيضا نحن خاوة شعب جزائر وشعب المغربي خاوة نحن شعب واحد في الحقيقة من بين هؤلاء أخونا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني كتب يقول أن المغرب أن علاقة المغرب الرسمي مع العدو الصهيوني الآن تنغمس تماما في العشق الحرام وتفتح له كافة الأبواب اتفاقيات شاملة وزيارات متلاحقة وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر ويضيف دائما أن علاقة المغرب الرسمي مع الكاين الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة مجرد اعتراف بدولة الاقتصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بالسيادة المغرب على صحرائه ولم تعد كما قيل أيضا مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية يضيف دائما في مثل هذه الحالات فإن القوي يفترس الضعيف أو قول يؤكد ما كنت أقوله قبل قليل وهو قول من مغربي حر شريف لا يختلف عليه المغرب حتى وين ربما اختلفوا معه في الأفكار السياسية وإيديولوجية يقول بصريح العبارة دائما في مثل هذه الحالات فإن القوي يفترس الضعيف ويجعله في قبضته وفي خدمته مقابل كسب موهوم وفتات مسموم وفي مثل هذه الحالة أيضا يكتشف الناس لاحقا أن ما خفي عظم وأسوأ مما يظهر الآن ويضيف هل كان المغرب في حالة اختناق وجفاف تضربه على جميع الأصعدة في التعليم والأمن والجيش والتسلح والمخابرات والاقتصاد والسياحة والسياسة الخارجية وتضطره إلى سلوك هذا المصار الذليل الخطير تحت الرعاية والوصاية الصهيونية المباشرة هل كان المغرب على حافة الإفلاس هل كان بحاجة إلى من يسعفه وينقضه من السكتة القلبية ولم يجد غير النجدة الصهيونية وعلى حساب القدس وفلسطين ويضيف فيما قال نشره على صفحته على الفيسبوك هذا مقطع قرأت لكم منه ولكن ليس فقط أخونا الرسوني في الحقيقة أيضا إخوة مغارب أخرين خليني لقيت في موقع بعض التغريدات نقرأهم لكم بسرعة يقول المقال أن هاشتاغ التطبيع خيانة على تويتر تربع تصدر على تويتر في المقال الخميس احتجاجا على أول زيارة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانيتس إلى الربال وفي المقال غرد الناشط أحمد الحسني تحت هاشتاغ التطبيع خيانة تلويث البلاد برجل الصهاينة جريمة لا يجوز السكوت عنها فيما قال أحمد حفصي الضباط الإسرائيليون في المغرب شيء مثير للإشمئزاز في زمن الانبطاح والهوى كما دون الناشط محمد الوردي إذا أردتم معرفة بعض منافع التطبيق مع الكيان المخروم في إشارة لإسرائيل انظروا إلى حال الدول التي سبقتنا وتابع الوردي انظروا إلى حال إثيوبيا الآن أيام قليلة وقد تعقع البلاد في قبضة إقليم تيجراي انظروا إلى مصر والسودان لن يكون المغرب استثناءا فلتتحملوا مسؤولياتكم والحقيقة أنه أيضا كان فيه هناك احتجاج في الرباط وفيه أيضا حديث على احتجاجات قد تكون في الأيام القادمة ربما خاصة في الدار البيضاء والرباط وبعض المدن المغربية لا ندري مدى حجمها الشعبي لكن بكل تأكيد أن هناك قطاع واسع من الشعب المغربي رافض لهذه الذهاب إلى هذه الحدود في هذه العلاقة رافض أصلا للتطبيع ورافض إلى التعمق والذهاب فيه إلى هذه الحدود إلى غاية الاتفاقية الأمنية والعسكرية الإدخال الرسمي للكيان الإسرائيلي بهذه الطريقة الفجة هو خطر على المنطقة ككل وأقولها وأكررها هو خطر على المغرب خاصة وأولا وأجدد قولي من أن الكيان الإسرائيلي مرتاح وسعيد ببقاء النظام العسكري في الجزائر نعم يسعى إلى إضعاف الجزائر وربما إضعاف الجزائر يكمن ببقاء في فهم الكيان الإسرائيلي وبعض القوى الكبرى أن بقاء النظام الجزائري يساهم بشكل أساسي في إضعاف الجزائر ولذلك من هنا أدعو القائمين على القرار السياسي في المغرب أن يراجعوا هذا القرار وأن ينظروا إلى مختلف الزوايا وأن ينظروا إلى ما بعد المتوسط والبعيد على الأمد المتوسط والبعيد وليس فقط على الأمد القريب اللي ربما حكمته معطيات التهديد القادم من بعض الجنرالات الهبل المجانين الذين سبقوا واندبحوا الشعب الجزائري هذا لا يبرر ذاك وهذا موقف سيكتب التاريخ من أنه كان موقف وخطأ استراتيجي بل خطئة استراتيجية وهو خزي وعار حقيقة بدل من هذه الخصومات يجب أن نتعاون وقلنا الإخواننا في المغرب عدة مرات من هنا من هذا اللايف دعونا نحلوا مشاكلنا كجزائريين نحن قادرين بإذن الله على الإطاحة بهذه العصابات العصابة اليوم تستخدم هذا الموضوع لتخويف الجزائريين ونحن نعرف علاقاتهم السرية المخزية لكنهم هم يقدمون ما هو معلن للشعب الجزائري الشعب الجزائري مش رايحة تدخل تمر عليه هذا البروباقاندا اللهم إلا ربما على القليل الذي لا يعرف حقائق لكن مع ذلك النظام يستخدمها في بيحة كاستهلاك كبروباقاندا وكسموم محلية نحن نحن إخوة نحن خاوة مش إعداوة بدل هذه الخصومات وهذه الصراعات وهذه الملايير وهذا الاستقواء هذا يستقوي بالروسي وهذا يستقوي بالأمريكي والإسرائيلي وذاك من شعار بل نستقوي ببعضنا سندفع الثمن التاريخي يكرر نفسه وكاننا نعيش محنة حكام الطوائف في الأندلس قبل خمسمائة ستمائة سنة سبعمائة سنة ستصبح المنطقة كلها عرضة للتدخلات الخارجية عرضة للقوى الكبرى والقوى الصغرى وستصبح شعوب نهية في المطحنة وبلدان نهية المطحنة في النهاية هذه الأنظمة ربما بعضهم ياخد طائرة ويفر لكن المنطقة كلها ستدفع ثمان رهيب نتيجة حمقات وخصومات أبشع من كونها طفولية نتيجة لخصومات لو وجدت عقول لا أقول عقول كبيرة وراشدة فقط عقول سوية لحلت كل ما هو مختلف حوله بما فيها قضية الصحراء بما يخدم سكان الصحراء وبما يخدم الدولة المغربية وبما يخدم الدولة الجزائرية والدولة الموريطانية وعموما المنطقة المغربية أليس لدينا عقول أليس لدينا عقول نفكر بها حتى نستنجد بالأعداء ونستنجد بالقوى الخارجية حتى ولو لم يكونوا أعداء هل هذه القوى هي لمنظمات خيرية هل الاستعمار الإسباني الفرنسي لسمية حماية كان كان في مصلحة المغرب على سبيل المثال لأنه في المغرب كان يسمى حماية في الجزائر كانوا مباشرة نجوا ذبحونه وقالوا استعمار والجزائر جزء من فرنسا يدمي القلب هذه المواقف من طرف النظامين الحاكمين في البلدين ترجمة نانسي قنقر